ايه تاني من أسباب فوز الاهلي بالدور؟ جالسة مهمة جداً جداً كانت موصلية بالنسبة لعابة النادي الأهلي تفويقة بالنسبة لي بعد فوز والتتويج بدوري أبدال أفريكا وحالة النشوة اللي كانت عند كل اللاعبين يمكن بعض اللعيبة الجداد على الفرقة كان عندهم شوية انتوا خلاص كرة خلاصتوا احتفال يعني كانت اللعيبة احتفلت يوم تاني يوم اللعيبة نازلة تمرين عادي ومين لكتين جداً بعض اللعيبة زي مين زي امام عشور امام عشور امام كبسة يعني هو بعد التتويج مباشرة فكان بيكلم مع اللعيبة كان كهرباء وحسين الشحات وقفشة وأكتر من اللاعب يعني فهو بيقول لهم كمدعبة يعني ايه بيقول لهم هنتوا احتفالت عندكم يوم واحد اه انتوا خلاص خلاصتوا كرة هحتفالت لانهو اخدوا يوم أجازة تاني يوم نزلوا التمرين والعيبة مركزة في التمرين خلاص وما فيش بقى اي اي احتفالات يعني فهو سألهم يعني قالوا هنت خلاص كلا لتحفالات فهم الرد كلها احنا ندي المرة رقم 5 او 6 الكجيل اللعيبة القديمة في الفرقة يعني 5 او 6 اللعيبة توصل توصل لفاينال افريقيا وتواجه منه اربع مباريات اربع مرات فبنسبالله بقى عادي فده كان الرد يعني فكانت جالسة مارس الكولر كانت مهمة جدا قالوا مثال بسيط جدا قالوا ماينفعش تبقى الاول على المدرسة ماينفعش تبقى الاول على المدرسة ومتقاش طالع الاول على الفصل ماينفعش تبقى الاول على المدرسة ومتقاش طالع الاول على الفصل ماينفعش تبقى اخذ دوري ابطال افريقيا ومتاخدش الدوري المحلي لن اقبل انه الدوري يضيع الموسم الحالي ايا كانت الظروف ايا كانت التخمة ايا كانت النشوة ايا كانت حالة الاجادة اللي عند اللاعبين اكسبوا الدوري باعك اخدوا الاجهزة اللي انتوا عايزينها نحسم الدوري كل المباريات اللي جاية بالنسبالي أنا مش أتكلم في مباراة غير لما تخلص مباراة مباراة فهيأ اللعيبة أن كل المباراة دي مباراة نوكاوت كل أي أن كان هنلاعب مين فكل المباراة بالثلاث نقاط أنا أخدهم الجلسة دخلت اللعيبة في طريق تاني اللعيبة كلها في طريق تاني خالص اللعبة دخلت في موت تركيز علشان ياخدوا البطولة وشافوا أنه من لعيب أنه يخسروا بطولة الدوري بعد ما أخدوا دوري احتفظوا باللقب دوري أبطال أفرق